وانا بتفرج على بعض البرامج التونسية الشقيقة عجبتني انا يعني ايه الحقيقة دي مش محتاجة نقاش ويمكن اصغر واحد او اقرب متابع للكرة عموما بيتفرج على الاهلي هيعرف ان الاهلي خطير خطير بالمعنى الحقيقي يعني السمعة اللي عند الاهلي بتاعت اللي انا سمعتها حتى على مستوى نجوم الكرة التونسية انه هم بيحذروا فريقهم الترجي من الاهلي بجملة حتى لو بنلك الاهلي في خلال المباراة انه مش في يومه اوعى تعتقد ان الماتشي بقى بتاعك فلازم تبقى حذر جدا وانت بتلاعب الاهلي لانه فجأة تمررتين تلاتة الاهلي قرر انه ينتفض شكرا كسبك في ملعبك السمعة دي من ضمن الحاجات اللي بيعتمد عليها الاهلي في مبارياته الافريقية والحقيقة انه دي كمان من ضمن العناصر اللي بتؤدي الى مرحلة ان الاهلي في الادوار الاقصائية مختلف عن الاهلي في الادوار الاولية اللي هي ادوار المجموعات وان كان النسخة الحالية تحديدا الاهلي من بدايتها وحتى نهايتها لم يخسر بل ونادرا مستقبل اهدافا لكن السمعة دي اللي الاهلي عرف يرسخها عبر سنوات افريقية الحقيقة انها دي بتخدم الاهلي جدا حتى في ايام مش الاهلي ظاهر فيها بالشكل الفني المنتظر لانها بتخلي المنافس في حالة رهبة فتشتيت التركيز فبتخليك انت دايما عندك اليد العليا في ضرب المنافسين وتحقيق النتائج الاجابية ما ننتظره هي نتيجة ايجابية في رادس قبل ايام ينتظره جمهور الاهلي لدعم فريقه لحصد اللقب رقم 12 على مستوى دور الابطال طب ماذا عن برنامج الاهلي التدريبي اللي هيكون هناك ومن اول اليومين اللي احنا فيهم لغاية ما الاهلي يسافر تعالى نستعرض ابرز خطوات البرنامج التدريبي قبل ما نعود الى الملف المحلي من جديد الفريق حجز بالفعل فندق في احد الفنادق القريبة من الملعب في رادس وفي نفس الوقت حاول بكل الطرق انه يبعد الفريق عن الاجواء الجماهيرية حفاظا على التركيز هيتدرب الاهلي في القاهرة هنا يوم الاربعاء وهيسافر تونس مساء في نفس اليوم الساعة 8 تحديدا المهندس خالد مرتاجي امين الصندوق هيرافق البعثة اللي بيترقصها زي ما قلتلكم الكابتن محمود الخطيب عشان يساعد في تفاصيل كتيرة تخص طبعا التواصل مع مسؤولي الكاف يوم الخميس مساء الاهلي هيتمرن في ملعب رادس الفرعي يوم الجمعة هيتمرن على الملعب الرئيسي ويعود بعدها مباشرة يوم السبت بعد ما يلعب المباراة الى القاهرة استعدادا لمباراة الاياب بينما اطمأن مرسيل كولر على عبدالقادر وبصحبته الدكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي في النادي الاهلي عشان يشوف ماشية ازاي عملية التأهيل لكن ما نعلمه ان اللاعب جاهز ولا قلق من جاهزيته في مباراة الذهاب ان شاء الله اللي سفر لها قبل باعتة الاهلي الكابتن خالد بيبو مدير الكرة والكابتن سامير عدلي المدير الاداري خلال الساعات اللي جاية هيكونوا موجودين بالفعل ان شاء الله في تونس اشتركوا في القناة